السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس ساعة المية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض حل نمازج امتحانات كتاب المعاصر للمراجعة النهائية المطابقة لاحدث المواصفات الخمساشر نموذج المجانيين الرابط بتاحهم موجود في الوصف اسفل الفيديو ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت سواء حل المحافظات من بنك الاسئلة او الخمس نمازج او ستة نمازج اللي فاتهم اتلاقي الرابط في الوصف اسفل الفيديو مع بعض الرابط الخاصة باسئلة التفكير النقدي لقصة جزيرة الكنز تريجر ايلاند ورابط لمذاكرات مجانية للمقال والترجمة حتى المقال بتاع الامتحان بتاع النهاردة هيكون موجود في الوصف اسفل الفيديو وطبعا واحنا بنحل بنقول معاني الكلمات والسبب بتاع الحل واحيانا بنستشد بسكرينات خاصة بالجرامر اللي موجود في الامتحان ونعلق على كل التركات الموجودة فيه يبقى انت بتحل وبتراجح في نفس الوقت وكمان هسيب لكم رابط جروب الواتس اوب وقناة الواتس اوب اللي بننشر عليها كل حاجة من فيديوهات ومذاكرات مجانية يلا بنا نبدأ مع حل النموذج السابع اول سؤال عندنا اختار اجابتين من خمسة زي ما احنا متعودين نمار ون هي قامت بعمل ايه؟ بحس يعني طبعا بالنسبة للفنادق الجيدة في المنطقة دي البحس ده هيطارة طبعا هنا اول اجابة هتبقى اول حاجة عندي يعني بحس عن طريل انترنت كمان تنفع اللي تنصح عشان تتأكد ان محدش يستخدم الموبايل بتاعك وانت خارج المنزل من الافضل ان يبقى عندك ايه على الموبايل طبعا اول واحدة تبقى كلمة يعني يبقى ليه رمز او غلق يعني بتغلق الموبايل برمزه معين وباسورد لبقى كلمة سير ناخد بعكده النوع التناميل لأسئلة نمبر ون أخويا الاصغر طبعا بيساعدني في ان انا احل الرياضات بسهولة لان هو ايه؟ كويس فيها خلي بالك هنا كلمة هلب موجودة في اختارت كلها لها طبعا قاعدة ايه؟ يجلب لك هلب بعدها مفعول طول مصدر او هلب مفعول مصدر مباشرة اللي موجودة لطر ايه تمام؟ يبقى هلب مين لأرن نمبر تو طبعا ريد لانها تصرف ثالث قولك دي اكتر رواية يعني او قصة ممتعة انا قرأتها في حياتي دمان لما يكون جايب لك قولنا تفضيل بنستخدم لكن لو في مقارنة بنستخدم يعني لو قال لك كلمة مور او لس هجيب لكن يقولي ده موست او ده ليس يبقى هجيب نمبر ثري طبعا قالت الترامبت اللي هو البوق طبعا دي اهل الموسيقية ذات نوات الهل الموسيقية دي اجيب لك بعدها يقول لك باي موسيقين بواسطة الموسيقين اذا الالة هنا تعتبر مفعول فبالتالي بجيب مبني المجهول يبقى هنا لتر ايه لان لقولت يوزتو اعتدها مش هتنفع بتاعزف هي ما تنفعش ولا كلمة بلايز كمان نمبر فور هو مشي لفترة طويلة حتى طبعا في النهاية جوت وصل ايه للمقصد او وجهة الوصول بتاعته اسمها ايه جوتو لاننا قلنا جيتو يصل الى نمبر فايف طبعا هنا بيقول ان انا اتطلع الى المعرض الجديد بتاع الفن خلي بالك look forward to زائد الفعل زائد ايه اي نجي تمام يبقى هنا لتر دي to seeing نمبر سيكس he was so active that he took note in different activities at his hotel او his school طبعا هو كان نشط جدا زاته لدرجة ان هو he took note يعني اشترك في انشطة مختلفة في المدرسة يبقى took part in يبقى لتربي نمبر سيبن the author of this book مؤلف الكتاب ده is a famous man of arts يعني رجل مشهور بالادب والفن the best word to replace author is افضل كلمة نستبدلها ونجيبها مكان كلمة author هتبقى ايه طبعا رايتر اللي هو المؤلف او الكاتب نمبر ايت her not changed once she heard of her success ايه طبعا اللي اتغير فجأة بمجرد ما سمعت نجحها طبعا التعبيرات بتاعتها او اتغيرت طبعا سعيدة لانها نجحت نمبر ناين i didn't know a lot about them because we didn't get in not for long انا مش عارف حاجات كتيرة عنهم لاننا طبعا لم نيه get in touch with او get in contact with طبعا ايه اللي موجود فيهم contact with يعني لم نكن على اتصال مع بعض يعني الفترة طويلة نمبر 10 white blood cells خلايا الدم البيضاء not the body against infection مفروض انها بتدافع بتدافع للجسم يعني عن العدوى يبهنا defend يدافع نمبر 11 they built a نقط to protect them against the enemy attacks طبعا هم مبانوا ايه عشان طبعا يحميهم ضد هجوم الاعداء طبعا هنا كلمة fort اللي هي ايه اللي يقلع letter c وطبعا الكلمة الاولانية زي كلمة fort برضو لكن اسمها forte طبعا ديت معناها little mountain لكن fruit فكا وfort اللي هي اربعين نمبر 12 ايه بي يكلم بي يقول له هنا could you lend me one hundred pound ممكن تسلفني ميت جنيه لو سمحت فطبعا نرد عليه قال له certain certainly currently curtain طبعا هيقول له بالتأكيد يبقى letter b certainly نمبر 13 how long ago فدل قال لي how long ago يبقى على طول pass simple tense كمان جاب لي هنا مصدر الفعل يبقى did you visit your uncle مش ينفعوا had done you visit نمبر 14 they plotted not the new manager fail طبعا هم تأمروا عايزوا يقول لك بقى يا ترى مع المدير الجديد او ضد المدير الجديد خلي بقى أكبر لك الفشل اذا هم عاوزين ويفشل لو قلت لي they plotted against making اذا دول تأمرهم ضد فشل المدير اذا هم مع المدير كده المعنى مش صحيح لكن هنا they plotted to make the new manager fail هم تأمرهم لكي يقومهم بجعل المدير الجديد يفشل اذا هم هنا letter ايه ناخد بقى كده الكمبرهنشن قطعة الفهم زي ما قلنا قبل كده بنستخدم حاجة اسمها scheme and scan scheme كراءة عابرة للقطع كلها نفهم بتكلم على ايه بقى كده scan بقرأ كراءة تفصيلية بس بعد ما اقرأ الى سئلة عشان ابحث على معلومات معينة بعمل لها scan we rush home to be in time for this or that program بنندفع احنا راجعين الى المنزل بالراحة المنزل بسرعة يعني مندفعين عشان طبعا نروح نسمع برنامج معين we have given up sitting a table and having an evening meal of the day together طبعا احنا اقلعنا عن الجلوس على التربيزة ونتناول وقبة المساء مع بعض بسبب التلفاز a sandwich will be enough to enjoy the program to the full طبعا سندودش يتطور كفاء عشان واحد يستمتع لبرنامج the TV demands absolute silence and attention التفي طبعا بيتطلب سمت تام وانتباه تام if any member of the family dares to open his mouth during a program he is quickly silenced خلي بيك من معنى الجملة لو اي عضو من عضاء الأسرة بيقرؤ ويكلم أثناء برنامج مهمي مثلا كل الأسرة طبعا بسرعة بيسكتوه يعني silenced بيخلوه يصمت all generations are growing addicted to TV كل الأجيال يعني كبرت وهي مدمنة على التلفاز food is left on eating الطعام يترك بدون أكل homework undone والواجب بدون عمل and sleep is lost وحتى بنفقد النوم to keep the children quiet وعشان نخلي الأطفال هادئين mothers put their children in the living room and turn on the TV الأمة بتضع الأطفال في حجرة الجلوس وتبدأت تشغلهم التلفاز it doesn't matter that the children will watch rubbishy programs ما فيش مشكلة يعني ما يهمهاش يعني لو كل الأطفال بيسمعهم برامج يعني rubbishy يعني برامج ضارة مثلا of crimes بتاع قرائم and violence وبتاع عنف so long as they are quite طالما هم هم هادئين some say that TV is a waste of time بعدنا بيقول أن التلفاز طوديع للوقت but it's a set that you have the choice لكن قل إنك طبعا عندك الاختيار if you don't like it لو مش عجبك don't buy a set or switch it off يعني لو مش عجبك ما تشيريش جهاز أو حتى قفل الجهاز خالص if you post you don't watch TV لو أنت تتفخر يعني إنك ما بتشاهدش التلفاز يعني it's like posting you don't read books زي اللي بيتفخر ويتبقها إنه هو بيقرأش كتب لأنه في حاجات مفيدة كتير أول سؤال according to the passage وفقا للقطعة while watching a program on TV أثناء ما وكون مش عجبك في تلفاز طبعا ما حدش يقدر يتكلم بهنا nobody can talk number two nowadays في هذه الأيام people rush home to be ناسبة أنت دفع حقيدة المنزل to be a طبعا هنا to be early enough for a TV program عشان يروحوا بقدر قبل برنامج number three the sentence it doesn't matter الجملة اللي هي التعبير اسمها it doesn't matter can be replaced ممكن نستبدلها بإيه طبعا ممكن نستبدلها بكلمة it's not important يعني شيء مش مهم number four the summary of the last paragraph is ملخص البراغراف الأخير هي بإيه طبعا كان بيكلم هنا على everyone has that choice كل واحد عنده اختيار ايه ما تفرغ على تلفاز او ما تفرغش number five the word rubbishy can be replaced by كلمة rubbishy ممكن نستبدلها بإيه نقولنا من شوية طبعا bad ما قولك bad programs يعني برامج سيئة number six mothers turn TV on to keep their children الأمهات يعني بيشغلهم التلفاز عشان يحفظهم او يخلوا الأطفال يبقوا ايه طبعا يبقوا هادئين يبقى هنا calm طبعا خدنا في القطعة quiet وهنا calm بتسويها number seven the verb silence means stop الفعل silence معناها أن نتوقف عن ايه يا ترى eating watching talking during طبعا هنا literacy talking بعد كده سؤال الترجم وانت بترجم قسم الجملة اتنين عشان وخلي بالك من تشابه الحروف او الكلمات وخلي بالك من الصفكس والبريفكس والسينوم والأنتروم عشان دي برضو بيلعب عليها ايه اللي بيضع على الانتحان عشان يلخبطك عليها cutting down rain forests destroys the natural environment of thousands of animals in addition the trees we cut give us oxygen نشوف اول حاج ان قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لآلاف الحيوانات بالاضافة الى ذلك في ان الاشجار التي نقطعها تزودنا بالاكسجين اعتقد جملة دي صح طب نشوف بي و سي و دي غلط ليه ان تقليل الغابات المطيرة يدمر البيئة السنة مصر تقليل ايه اذا تقليل هنا خط نشوف في لتر سي ان قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لآلاف الحيوانات برغم ذلك فان الاشجار السنة مصر برغم ذلك ازاي لسه بتقول ان هنا مكتوبة in addition بالاضافة الى اذا كلمة برغم ذلك دي غلط لتر دي ان قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لألاف الحيوانات بالإضافة إلى ذلك فإن الأشجار التي قطعناها تمتص الأكسجين إزاي بإحنا قطعناها تمتص الأكسجين فديت برضو غلط كلمة تمتص خطأ إذن الجواب بتاعتنا هتبقى ناخد الترجمة التانية هل تريد أن تكون نجحاً في حياتك الشخصية والمهنية لذا عليك أن تضع خطة لكل فعل تبدى القيام به نشوف الليتر A أول حاجة واحدة واحدة كده أقولك أن تضع خطة فطبعاً دو أكلير بلان دو ما تجيش مع بلان أول حاجة هنا عند كلمة دو غلط لتر ب طبعاً ما اسمهاش سبيشال لأنه بيقول هنا برسلة شخصية مش دو ميزة خاصة لتر سي إذن هنا برضو نفس الكلام أكلين ولا كلير لأنه غلط لتر دي تمام بيقول إذا نجابتنا هتبقى لتر دي تمام ناخد بعكد أسلة التفكير النقدي الخاصة بجزيرة الكنز هل تعتقد أن قصص الكابتن كانت مملأ وليه؟ ممكن نقول هنا طبعاً لأ لأنه كانت قصصه معتد أنه أقيه القصص بمغامرات عن مغامرات في البحار and the people liked it very much والناس كلا بتحبها كتير جداً هل تعتقد أن كابتن سمولت كان غير سعيد؟ طبعاً لأ قلت أيوة هتقول ليه؟ قلت لا هتقول ليه لا؟ ممكن نقول yes because he didn't like the crew ممكن نقول أيوة لأنه ما كانش يعجبه التقم بتاع العمل على السفينة or the idea of looking for the treasure أو حتى الفكرة بتاع البحث عن الكنز نمبر ثري what do you think of Ben Gunn's behavior towards Jim؟ رأيت في سلوك Ben Gunn تجاه Jim طبعاً Ben Gunn ده اللي كان عايش في الجزيرة واستمر فيها تقريباً ثلاث سنين ممكن نقول I think Ben Gunn's behavior towards Jim was friendly أعتقد أن سلوك Ben Gunn تجاه Jim كان ودود friendly and the helpful كان متحاول معاه because he helped him to come back to the ship لأنه ساعده أنه يعود إلى السفينة بعد كده آخر سؤال عندنا نهاردة رأيت أن I say about 150 words يكتب مقال 150 كلمة عن إيه an important event or competition that you have taken part and recently and what you have achieved ولكن طبعاً حدث هام أو مسابقة هامة أنت طبعاً شاركت فيها مؤخراً وطبعاً إيه اللي أنت حققت فيها وإحنا قلنا لما جاكتب المقال قلنا بنكتب أفكار له علاقة بالموضوع مقدمة وموضوع وخاتمة ونحاول نسيب مسافة من الكلمات ونراتش بالسبيلنج والجرامر ونشطبشي والخط بتاعنا يبقى واضح عشان ده كله عليه درجات وزي ما أعدوكم إن المقال موجود معنا جاهز مقدمة وموضوع وخاتمة وكمان مترجم عشان أوفر عليك وقت كمان خد أفكار منه وكتب أسلوبك إنت إحنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسى اشتركوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته